الرائد محمود الكومي محمود عصام الكومي رائد كان فيه الدفاع المدني في محافظة الغربية وطلب بنفسه في 2012 أنه ينتقل إلى قسم المفرقعات وشارك مع زميله في إبطال مفعول الكثير من القنابل والكثير من المفخخات في طيار الكهرابي في السكة الحديد في بنايات في مؤسسات في غيره وقبل بلاء حسنا ثم ذهب في يوم 9 يناير 2016 كان في مهمة عمل في العريش في هذا اليوم 9 يناير 2016 المكان في مدينة العريش أو مكان قريب من العريش كان بيستقل مدرعة مع زملائه في مهمة عمل قتالية في هذه المنطقة لمحاربة الإرهاب وإزب هؤلاء الخوانة بإلقاء قنبلة على هذه المدرعة فبتؤدي إلى إحداث بطر في قدمي هذا الضابط البطل وأيضا تهتك في عينه اليسرى هذا البطل اللي ضرب المثل وصورة أمامنا كانت صورة يريد أن تجيب هاليا تاني يا إبراهيم صورة مؤثرة ومعبرة هؤلاء هم الأبطال ومصر لا تنسى أبطالها الرائد محمود الكومي هذه الصورة وواقف بطل وهؤلاء الخوانة الخوانة مرميين في الأرض بهذا الشكل صورة معبرة بتقول أن مصر لا تنسى أبنائها على الإطلاق